جشور البرتقان والنشا وصفة رهيبة اي وعد فوتك لو فاتتك هتندمي ندم عمرك هتشلك اي تجعيد في وجهك مهما كان عمرك حتى لو كان عمرك فوق السبعين سنة هتخليك بنت ستاشر سنة بشرة بيضة بدون تجعيد بدون تصبقات جلدية بدون اي خطوط وكمان بدون اي هلات سودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخواتي وحفايفي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم ميا من قناة وصفات سحرية مع ميا النهاردة ان شاء الله جايبالكم وصفة حلوة قوي من اقوى واسرع الطرق لتفتيح البشرة وازالة التجعيد مهما كان عمرك الوصفة دي بتشد تجعيد جدا بتشيل التصبقات الجلدية بتفتح البشرة بتشيل الهلات السودة بتنظف البشرة من الاعماق ومش بس كده نتيجها من اول ما هتستخدميها هتشوفي بياض والله تحفى استخدميها وجربيها ومن بمكون احنا بنرمي في الزبالة وما نعرفش قيمته في ازالة التجعيد وتفتيح لون البشرة اهم حاجة تبقى معايا الفيديو للاخر لان انا هخلي بشرتك دي تحفى بدون اي تصبقات وبدون اي تجعيد وبدون اي هلات سودة وبدون اي بقع قبل ما ابدأ وصفتي لأول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اضغطي على زر الاشراك الاحمر وتفعالي جرح اشان يوصل لكل جديد لايك للفيديو فضلا وليس امرا يا حبيبت قلبي اول حاجة حبيب قلبي معايا هنا طبقة تمام بصوا بقى انا معايا هنا اشرت برطقانوية واحدة بس انا عايزة كشور برطقانة واحدة بس تمام علشان تبقي عارفة المقادير بتاعتك انا عايزة بس برطقانوية تاخدي القشرة بتاعها وتغسيلها كويس قوي وتشيل منها اي 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 اوساخ او اي حاجات يعني منها وهتبدأ ان انت تجيب السكينة بتاعتك وهتبدأ ان انت تقطعي قشرة البرطقانة بتاعتك بالشكل ده وصفة حلوة جدا يعني عايزة اقولك نتيجها من اول ما هتستخدميها هتشوفي نتائج حلوة جدا وهي ممتازة لشد التجعيد من الوجه والرقبة وكمان الهالات السوداء وانتفاخات العيون وتجعيد تحت العينين هتبدأ ان انت تقطعي بالشكل ده كده اه اشرت البرطقانوية بتاعتك بالسكينة حتة تصغننة بالشكل ده كده اشرت برطقانوية واحدة بس هنبدأ ان احنا نقطعها كده عايزاكي تقومي تجربيها حالا من شاء الله بعد ما نخلص الوصفة كمان وصفة سهلة جدا طيب احنا قطعنا اه اشرت البرطقانوية بتاعتي هبدأ ان انا اخد حوالي مثلا نص الكمية وهحطها عندي في طبق تاني تمام يعني احنا هناخد هنقسم اشرت البرطقانوية لقسمين نص هنا ونص هنا تمام بالشكل ده اول حاجة هنعملها ان احنا هناخد اشرت البرطقان اللي احنا قسمناه في الطبق ده وهنبدأ ان احنا ننزل عليه بمية تكون مغلية بالشكل ده تمام وهنسيب اشرت البرطقان منقوع مش هنغليه احنا هنسيبه منقوع في المية المغلية لمدة خمس دقيق بس تمام انا هسيبه منقوع في المية المغلية تمام وهبدأ ان انا اغطيه بالشكل ده كده هون تمام هبدأ ان انا اغطي قشر البرطقان بتاعي منقوع في المية المغلية بالشكل ده تمام بقية القشر اللي احنا خدناه في الطبق التاني هنبدأ ان احنا نفرمه فيه المفرمة لحد ما يبقى ناعم جدا حاول ان انت تفرميه علشان يبقى نعم جدا على قد ما تقداري افرمي ونعميه هفرمو هرجع لكوا دين بصوا حبايا بقلبي اهي اتفرمت خالص وبقت نعمة جدا طيب يا مية افردنا انا عندي اش برتقان مجفف آآ كنت مجففة قبل كده وهو بودر خالص هل ينفع ان انا استخدمه بدل اش البرتقان الطازج ينفع جدا يا حبيبة قلبي ما فيهوش اي مشكلة وهيديكي نفس النتائج تقدار انك تستخدميه عادي جدا لو اش برتقان مجفف بس تكوني انت اللي مجففات اتضامنا نضافته اتضامنا حسن تغزينه اه ضامناه استخدميه عادي جدا اه هبدأ ان انا احط اش البرتقان بتاعي في طاوسة عندي او في كزرولة في اي حاجة تقدار ان انت ترفع ايها على النار تمام وهبدأ ان انا اخد عليه احط على اش البرتقان بتاعي معلقة اتنين معلقتين من النشا او الكورن فلاور اه الوصفة دي تنفع كمان لو انت عندك مناسبة اه وعايزة تفتاحي بشرتك وتشت التجعيد بسرعة تقدار انك تستخدميها هتديكي نتائج حلوة جدا من اول استخدام بدأنا نقلب اه اش البرتقان مع النشا بتاعي بالشكل ده لحد ما اتقلبه مع بعض وهم جفين خلص تمام هنبدأ ان احنا نخط عليهم بالشكل ده معلقة من الحليب اه المجفف معلقتكم كبيرة من الحليب المجفف طيب يا مويا لو انا ما عنديش حليب مجفف هل ينفع ان انا استخدم الحليب السائل هتحطي لو انت هتحطي حليب سائل يبقى تحطي معلقتين من الحليب السائل لو انت ما عنديكيش حليب مجفف تقدري تحطي حليب سائل ما فيش اي مشكلة. تابع معي الواصفة التانية لان الواصفة التانية آآ ليها مفعول السحر في حاجات كتير قوي آآ وهتفيدك جدا. بدأنا نقلب الحليب المجفف مع النشا مع كشور آآ البرتقون بتاعي. تمام? وهبق ان انا يا حبيبة قلبي انزل عليهم بنص ربع كباية بس من المية. بالشكل ده كده ربع كباية من المية العادية خالص. وهنبدأ ان احنا نقلبهم كويس قوي. بالشكل ده. وتحاول ان انت تدويبي النشا آآ وهو لسه ما 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 تحطش على النار. تبدأ انك تدويبي الاول. تمام? وهتبدأ تنزلي برضو عليهم آآ مية الورد. لو ما عندكيش مية ورد وعندك مية زهرة ادارة استخدميها ما فيش اي مشكلة. هتبدأ تنزلي عليهم بمعلقة من مية الورد. طب مية الورد ليه مية مية الورد حلوة جدا للبشرة. كمان آآ فيها مفئول حلوة قوي للمسام. كمان آآ بتدي ريحة حلوة قوي لآآ الوصة بتاعتك. بتنعم البشرة قوي. هتبدأ يترفعهم يا حبيبة قلبي على النار. اول ما يبقى القوام بتاحهم يعني بصي هترفعي على النار هادية. وهتبدأ انك تقعد يتقلبي بالراحة خالص خالص. اول ما تحس انه تقل معاك ده مش هياخد ثواني بسيطة. اول ما تحس انه تقل معاك اقفل النور. انا مش عايزة تقل زي العجين. انا عايزة زي الكريم. تمام? وانا هوريكي برضو قوامه. بصوا حبيب قلبي. القوام معايا بقى عامل ازاي? ده القوام اللي انا محتاجاه في الوصفة. مش عايزة تخليها زي العجين. انا عايزة تخليها آآ زي الكريم بالزبط. هتبدأ تجيب الطبق بتاعك. وهتبدأ ان انت تنقلي بالشكل ده كده الكريم بتاعك. كده اهو. كريم رائع كولاجن خام لتفتيح البشرة وازالة التجعيد. تمام? بصوا حبابي اهو. تمام? هتبدأ ان انت تقلبي بس شوية علشان آآ السخونة بتاعته تبدأ ان هي تتشال. ويبدأ يبرد شوية بس. لان احنا مش عايزين نحطه على بشرتنا وهو ساخن. احنا عايزين نحطه على بشرتنا وهو يكون دافي شوية. تمام? طيب. هتبدأ ان انت تجيبي. ده انا عايزة دايما تجيبيه. المنتج ده حلو جدا والله يا بنات انا مش بعمل اعلان ولا حاجة. بس انا آآ جل الصبار. النوع ده حلو جدا. كودي سكرين شوت وجيبيه. والله ممتاز عن تجربتي الشخصية انا بيمشي مع بشرتي قوي لان انا بشرتي حساسة. هتبدأ تجيبي معلقة من جل الصبار تكون معلقة كبيرة كده. معلقة حلوة كده لان جل الصبار من الحاجات الحلوة جدا والمرطبة وممتاز لازالة التجعيد. بس جل الصبار للاسف لو انت مش هتجيبيه طازج او ما عندكيش او مزرعا في بيتك. آآ لازم تجيبيه من آآ من شركة تكون كويسة ومضمونة. لان في شركات بتبقى آآ آآ بوزة يعني رخيصة ومش حلوة وما بتديكيش نتائج حلوة ومش ما بيبقاش جل الصبار اصلا. آآ عشان كده جل الصبار بالزات لازم لما تجيبيه تجيبيه نوعية تكون كويسة. قلبناهم حبيبة قلبي بالشكل ده بصوا اداني القوام ده. تمام? هتبدأي. هتجيبي برطمان بالشكل ده يكون صغير بس اهم حاجة ان هو يكون برطمان زجاجي. وهتبدأ ان انت تنقل فيه الكريم بتاعك. الكريم ده بيقعد معاك اسبوع كامل فيه التلاجة ما بيفسادش خالص. يعني تقدري تستخدمي الكريم ده يوميا على بشرتك. هيديكي دايما النظرة وتفتيح. وعايزك عايزك تقولي لي رأيك في الكومنتات. طيب نقلنا الكريم بتاعي بالشكل ده في آآ آآ برطمان زجاجي افلناه وحطناه في التلاجة. اول ما تيجي تستخدميه لازم تسيبيه شوية لحد ما يهدم من السقع اللي هو فيه وبعد كده تبدأي تستخدميه. هتبدأي تجيبي فرشة الميكوب بتاعتك. وهتبدأي ان انت تفريدي آآ الكريم بتاعك بالشكل ده كده على بشرتك كلها وتحت العينين ينفع كمان للبشرة الحساسة. بالشكل ده كده وهتفريديه كامل. تمام? بالشكل ده. تمام? وبعد ما هتفريديه بالشكل ده لو عندك تجاية تحت عينك تبداي تحطيه. هتسيبيه على بشرتك لمدة آآ خمسة وعشرين دقيقة كاملة. بعد كده هتبداي تخسيلي بشرتك بالمية الدافية وتقفل المسان بالمية الساعة. استخدميه يوميا آآ لو هتحطي لو هتعملي كمية زي اللي انا عاملها دي. الافضل انك تستخدميه يوميا. هي آآ بعد ما تخلصي الكمية مش تحتاجي تعمليه تاني. ولو حابة تدوم عليه حلو قوي. لانه هو هيديكي تفتيح دائم ان شاء الله. تمام? طيب نيجي بقى للوصفة التانية بتاعتي. الوصفة التانية بتاعتي هتبقى عبارة عن ايه? اول حاجة احنا هنجيب بالشكل ده كده كده هو. المية اللي احنا نقعنا فيها. قشر البرتقون. خلاص القشر البرتقون انا مش عايزة. تمام? هنجيب المية اللي احنا نقعنا فيها قشر البرتقون دي. وهنبدأ ان احنا نخط عليها ربع معلقة من النشا وربع معلقة من الحليب البودر وهنقلبهم كويس قوي. هيبقى اه معايا مية لونها ابيض. تمام? هتبدأ ان انتي بعد ما تخلصي الوصفة دي تبدأي تدلكي بشرتك يوميا قبل النوم بسيرم مية قشر البرتقون مع الحليب والنشا. اتفراجي بقى على جمال بشرتك انا مش عايزةك تكسلي قوميعمليها. اتفراجي على جمال بشرتك بعد ما تعملي الطريقتين دولة. هيدوكي نتائج هايلة هايلة هايلة. بجد يا بنات عن ثقة انا بقول لك عن ثقة. الوصفة دي رهيبة. يا رب اكون قدرت اقافتكم ما تنسونيش واللايك ربنا يخليكم ليه يا رب. اشوفكم على خير والسلام عليكم.